دكتور مكدي حاج إبراهيم أهلاً وسهلاً بحضرتك حضرتك رئيس مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بالمنظمة أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً دكتور ماليزي نعم وترتدي زي ماليزياً جميلاً لله الحمد أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً ما هذا المركز ومتى تم تأسيسه؟ هو مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها تم تأسيسه في فبراير 2020 هذه الفترة التي انتشرت فيها جائحة كورونا العالم وتزامن ذلك الوقت مع إغلاق المدارس وانقطاع الطلاب عن الفصول والدراسة فجاء المركز في محاولة لتوفير بدائل تدريبية تعليمية لهؤلاء الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة كيف يتم التواصل مع هؤلاء التلاميذ أو الطلبة عن بعد؟ لدينا خمسة فروع حاليا ونعمل على اقتتاح مزيد من المراكز هذه المسميها الأذرع التربوية والأكاديمية للمركز طبعا العالم الإسلامي كبير والحاجات والطلبات والتحديات والصعوبات التي تواجه تعليم الدول العربية تحديات كبرى فنحن هنا في المنظمة في الرباط لا نستطيع طبعا أن نلبي كل الاحتياجات إذلك الآن نعمل على الانطلاق من مبدأ عالمية اللغة العربية فالأذين الآن مراكز تربوية في ماليزيا في تشاد في بنين في نيجيريا وفي أسباكستان يعني يقومون بتدريس اللغة العربية مسؤولا؟ عملنا نحن بيت خبرة بيت خبرة نعمل على نشر اللغة العربية على تزويت العاملين في اللغة العربية بالمهارات الأساسية عملنا في الأساس لو تحدثنا عن التعليم والتدريب نقوم بتدريب المعلمين بدأنا بتدريب المعلمين لكن المعلمون كثر فذهبنا إلى تدريب المدربين وانتقلنا إلى مرحلة أخرى وهو تدريب مدربي المدربين نحاول قدر الإمكان أن تستفيد أكبر مجموعة من هذه التدريبات وطبعا هذه الجائحة عندما وفرت لنا هذا الفضاء الافترابي الإلكتروني أنشأنا منصة مشكاه وهي منصة افتراضية تقوم بما نقوم به من تدريبات حضورية ولكن هذه المرة عن بعد ففي الدورة الواحدة يمكن أن ندرب أساتذة في أكثر من دولة عادة نعقد درات تدريبية لفائدة عشر الدول في وقت واحد والفائدة تكون واحدة وهذه المنصة هي مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية نعم عن بعد ولكن كما نفعل الآن أكثر من كاميرا ثلاثة كاميرات لدينا هنا في مشكا أيضا في المراكز الأخرى هناك كاميرات كثيرة حتى لا يشعر المعلم بالملل والتواصل مباشر هذا وفّل لنا حقيقة الوقت والشهد طب لماذا هذه الفكرة لتعليم اللغة العربية هل مثلا لقراءة الكتاب المقدس الكرآن ما الهدف منه تعليم اللغة العربية يختلف من دولة إلى دولة الحاجات مختلفة يعني تعليم العربية في ماليزيا يختلف عن تعليم العربية مثلا في أوروبا أو حتى في إفريقيا وإن كان الهدف واحدا ماليزيا والدولة الإفريقية مسلمة لكن الإمكانات ماليزيا لدينا البنية التحتية التكنولوجية قوية لكن هناك دول أخرى لا زالوا يتعلمون في الكتاتيب الطلاب لا زالوا يدرسون في مدارس بدون سقف طبعا هؤلاء لا أستطيع أن أقدم لهم العربية بالطريقة نفسها التي يقدمها لمدرسة مهيئة وفيها تكنولوجيا حديثة ولذلك الحاجات تختلف ولذلك عندما نذهب إلى دولة لا ننشئ مبنى فقط مبنى مزود بالأجهزة الحديثة وأيضا نحاول أن نزود أهم المدارس سواء بالأجهزة بالمناهج بالكتب هناك إقبال على تلك البراكز نعم إقبال كبير لله الحمد خاصة في تشات الآن تشات أسست نفسها لديهم برامج مطولة ومتنوعة لفائدة الصغار والكبار حضرتك ذكرت مشروع هو مشكات هل يختلف عن التعليم التقليدي؟ نعم يختلف بشكل جذري مشكات مرة أخرى هي منصة تدريب افتراضية تشبيك نريد أن نوفر الجهد المال الزمن بدلا من أن أرهب إلى تدريب على ماذا؟ البرامج التدريبية التي نقوم بها تأهيل المعلمين نؤهل المعلمين كيف يعلمون العربية وفق المناهج الحديثة كيف يستفيدون من تكنولوجيا التعليم كيف مثلا يوظفون أو كيف يستفيدون من نظريات معينة بعينها كيف يطورون مهارات يعانون في تدريسها يعني مثلا في ماليزيا التركيز كله على مهارة القراءة والكتابة نهمل المحادثة ونهمل الاستماع لأن الهدف هدف ديني الطالب يريد أن يقرأ القرآن فقط لا يعني أن يتواصل بالعربية شكرا دكتور ميزي أهلا وسهلا دكتور ميزي أهلا وسهلا